كما رأينا في بداية الفيديو صعود احد الشباب فوق قبة المسجد الاقصى ومحاولة رفع علم حزب الله وشايفين الفلسطينيين يقولون له انزل انزل نسمع ماذا قالوا انا لا اعلق على هذا الخبر يعني لماذا انزلوه ولماذا يريدون انزله كما نسمع الفيديو نسمع يحبط الاحرام اشتركوا في القناة وانزله بالقوة زي ما انتم شايفين والبعض بيقولك ضربوه باحزية وانا شايفين الفيديو صوت وصوله وصعد احد الشباب وهو زي ما انتم شايفين انزله بالقوة واخد منه العلم يعني قدامكم الفيديو صوت وصوله وانتم لكم حق التعليق على هذا الفيديو هذا اول فيديو اما تاني فيديو طبعا الموه المهمة جدا طبعا حدث بين ايران وبين اسرائيل والبعض بيقولك قصف وبعدين ايران جابت فيديوهات قالت هذه المفاعل النووي ما فيش اي قصف زي ما احنا شايفين المفاعل النووي الايراني ما فيش اي قصف ولا اي حاجة وقالك ان دي طائرات ضربت من داخل ايران وتم صدها واسرائيل مضربتش حاجة وبالتالي لا يوجد مجال لبد وما فيش اي حاجة يعني ده اللي حصل بين ايران وبين اسرائيل كمان يعني ده اللي قالته وكالات الانباء الرسمية والبعض بيقولك ان ما حدث هو موقع اسمه ايران انترناشنال وهذا الموقع معارض له الحكومة الايرانية وهو اللي نشر في البداية وبناء عليه القنوات اخذت منه ونشرت وهالة الحرب اشتعلت والدنيا ضربت وايران ضربت ويطلع كله فانكوش دايما انتو شايفين فانكوش الضربة الاسرائيلية على ايران وايران احنا محدش ضربنا ولا حاجة طب يعني يبه الموضوع كله عبالة عن مسيرات داخل ايران وتم اسقطها وكان فيه صفرات الانزال فاتصور المشهد كله كانه خصف كبير جدا لكن زي ما احنا شايفين المفاعل النووي الايراني ما فيش اي حاجة ولا يستدعي ان يكون فيه ضربه كده طيب في روسيا الدفاعات الروسية تنشر مقرع فيديو تظهر قيام طاقم ذات الحركة من طلال غدو فيك مدم المقبع اوكراني على محور دونيسك وقال لك احنا اسقطنا ثلاث طائرات وبالامس نشرنا فيديو بس مباشر يتكلم عن سقوط استراتيجية قازيفة صواريق استراتيجية الروسية البعض بيقول ان اوكرانيا اسقطتها والبعض بيقول اسقطت بطريق الخطأ في كلا الحالتين فهي موضوع كبير جدا طائرة الروسية اول مرة يعلن عن اسقاط طائرة مسيارة الروسية بهذا الطريقة وذي يعني احنا جبناها بالبس المباشر وممكن نشوف الفيديو هو سواني معدودة هنشوف ايضا اسقاط الاستراتيجية الطائرة القازيفة الاستراتيجية الروسية وزي ما انتم شايفين صور وصورة طيب زرغي شويقو وزير الدفاع الروسي يزور مصنع لدبابات تي 80 وزي ما احنا شايفين قامت روسيا بصناعة الماءات من الدبابات تي 80 ومنظومة الشمس الحارقة ورسلها مباشرة الى الجبهات في اوكرانيا واحنا شايفين الروسي يحس العاملين على انتاج المزيد من الاسلحة وروسيا بتنتج اسلحاتها بنفسها فهي لا يعني مش بت مش بتستور الاسلحة فعشان كده اسلحاتها لا تنضب ومش ممكن هيحصل ان روسيا هيجي بوقته تنضب اسلحتها ونشوف ايضا ماذا حدث على الارض بين روسيا واوكرانيا سلاح الجو الروسي يقصف ثلاث مواقع للقوات الاوكرانية في مقاطعة دينيبريو بيتروفيسك افاد منصق العمل السري في مقاطعة نيكولاي بسرغي لديف اليوم بان سلاح الجو الروسي قصف الميناء النهري ومنطقة خزان النفض ومواقع القوات المسلحة الاوكرانية في مدينة نيكوبول بمقاطعة دينيبريو بيتروفيسك ويقال لديف بتصريحات حوالي الساعة ستاشر ونص تم استهداف سلاسة مواقع على الأقل لبلدة نيكوبول وتخللها انفجار قوي وعمليات الدفاع الجوي الروسي وضاف راحة تلك الضربات هدت الانفجار كبير استهداف الميناء النهري بالمدينة فضلا عن موقعين آخرين في منطقة دوبو لفيكا حيث هزعت شائرات الإسعاف إلى المكان مشيرا إلى وجود مستودع للنفض ومواقع تابعة القوات المسلحة الاوكرانية وصرح بأن القوات الروسية جمعت مطار في المقاطعة وقال لديف لو تم قصر مطار مرتو فيكا في منطقة نيكولايف حوالي منتصف الليل وسمع دوي انفجار على بعد عدة كيلومترات وكتب السكان أن البيوت اتزت بشكل كبير خبير عسكري بيقولك الوحدات الاوكرانية التي رسلت إلى تشاوسو فيار ترفض القتال وتتراجع وشوفنا فيديو بيتكلم عن عبور الجنود إلى نهر دينيبريو وتسليم انفسهم ممكن انشوفوا بالصورة وصرح ضابط المخابرات الامريكي ان افضل وحدات المسلحة الاوكرانية التي تم رسالها إلى تشاوسو فيار ترفض القتال وتتراجع على موقعها واضاف قال لك الاوكرانيين ارسلوا ثلاثة من افضل وحداتهم إلى تشاوسو فيار وكلهم يتعلفون من النازيين المتعصبين وقد استسلم اللواء خمسة وعشرين بالفعل وعلى اللواء سبعة وستين انه لن يذهب إلى هناك ووفقا للمحلل فان القوات المسلحة الاوكرانية تفقد تماسكها وهذا سيقود القوات المسلحة قريبا إلى الانهيار الكامل واشار أنه يرى أن تدمير القوات المسلحة الاوكرانية تمن تنفيذ الضربات التي تشنها القوات الروسية بطريقة تؤدي لتعظيم خسائر القوات نظام كييف وفادها منسق العمل السير في مقاطعة نيكولايف سرغي لديف اليوم بأن سلاح الجو قصف الميناء النهري ومنطقة خزان النفض وموقع القوات ولكن تلك الضربات أدت الانفجار كبير استهدف الميناء النهري بالمدينة فضلا عن موقعين آخرين في منطقة ليفيكا حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان مشيرا إلى وجود مستوضع النفض ومواقع تابعة للكوات المسلحة الاوكرانية الدفاع الجو الروسي يسقط 3 مقاتلات 29 واربع طائرات نقل عسكري آآ اوكرانية خلال أسبوع مصادر إسرائيلية بتقول لك إصابة أربع جنود إسرائيليين في حال اتنين منهم في حالة خطرة وفي اشتباك مع مسلحين بمخيم نور الشمس آآ شرق طول قرم والفيديو بتاع الفلسطينيين وهم في دير البلح وهم على الشاطئ بيبلبطوا زي ما بيقولوا وبدأ يقولوا احنا بروح البحر بأمر عسكري هما بيبلبطوا تحت القصف ومش خايفين وبدأ يعملوا مقارنات آآ وفاة نجم الدراما المصرية آآ صلاح السعدني وآآ يعني آآ ندعو له بالرحمة وآآ أن يتغمدوا الله بواسع رحمته تحياتي لكم واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد وحدثكم ظريف لدي تحياتي 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 اشتركوا في القناة